ومستويات جديدة تصل إليها أسعار النفوط في العالم وكيف وصلنا إلى هذه المستوية ونتحدث عن التسعين دولار بالنسبة لخام برينت نقف على التحركات الأخيرة التي حققتها هذه الأرقام والنفوط نتحدث عن مكاسب أسبوعية قوية لأسعار النفط خام برينت وصل وكان قد يلامس مستوية الواحدة وتسعين دولار للبرمين نتحدث عن أول مرة منذ خمسة أشهر لما نشهد هذه المستويات وكان يدول مدون مستوية تسعين دولار على مدار الفترة الماضية في المقابل خام الأمريكي الخفيف كذلك تجاوز مستويات ستة وثمانين دولار للمرة الأولى في خمسة أشهر أما على مدار الأداء الأسبوعي لأسعار النفوط نتحدث عن ارتفاعات كانت من نصيب خام برينت تجاوزنا فيها الأربعة في المئة وهي رابع مكاسب أسبوعية على التوالي بالنسبة لخام WTI كذلك كانت ارتفاعات بأكثر من أربعة في المئة وهذه الإغلاقات أو ثاني مكاسب أسبوعية كذلك تكون من نصيب WTI على التوالي بفعل هذه الارتفاعات ولكن لا يزال علاوة المخاطر الجيوسياسية من جديد تعود لترفع هذه الأسعار من جديد لهذه المستويات وتفاقم المخاوف من ضعف الإمدادات بسبب هذه المخاطر نتحدث عن إيران التي عنت عن توعدها بالثأر من إسرائيل بعد الهجوم على مجمع السفر الإيرانية في سوريا في المقابل كانت لدينا الهجمات الأوكرانية المستمرة التي كانت على مصافي التكرير في روسيا هذه المرة والتي قامت بتعطيل تقريبا 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية أنذاك كان هناك درب لأكبر مصفات النفط تابعة لروزنفت الشركة العملاقة الكبيرة والتي أدت إلى تعطيل تقريبا أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية أما بالنسبة للعوامل الأخرى كنا كذلك استمعنا للعديد من تصريحات وحتى بالنسبة لحسب وكالة الطاقة الدولية وكذلك أوبيك بالنسبة لهذه العوامل التي أدت إلى توقعات بأننا قد نشهد عودة الطلب على النفط من جديد خلال الفترة المقبلة نمو قوي للطلب العالمي على النفط الربع الأول توقعات بأن نصل إلى مليون واربعمائة ألف برميل يوميا بحسب جي بي مورغن والبنوك الاستثمارية العالمية التي اليوم تضع مستهدفاته ومستويات بالنسبة لأسعار النفط بالنسبة لبنك أوف أمريكا رفع توقعاته لأسعار برينت متوسط العام الجاري 2024 عنده 86 دولار للبرميل أما بالنسبة لذروة موسم الصيف كذلك وتحديدا مع بدء موسم السفر وغيره والطلب على النفط بشكل واسع سوف يتجه إلى مستوى 95 دولار للبرميل حسب هذه التوقعات نتحدث عن تحالف أوبك بلس الذي أبقى على سياسته الإنتاجية عنده مليون ومئة ألف برميل بالنسبة للسياسة دون تغيير والبقاء على التخفيضة التوعية التي كنا شاهدناها من قبل المنتجين داخل أوبك والضغط على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج أخرى قد نشهدها بالنسبة لآخر القرارات التي قامت بها أوبك بلس إذن هذه المستويات ولكن لا تزال أو لا يزال ربما مخاوف أو علاوة المخاطر الجو سياسية التي أدت إلى مستويات بفوق 90 دولار للبرميل بالنسبة لأسعار النفط موسيقى